عام 2023 هو عام المناخ بامتياز العالم انشغل بكل ما يعنى بالتغير المناخي كما بالأزمات الطبيعية التي هزت عددا من الدول إلا أن شهر أيلول سرق الأضواء مرصدو كوبيرنيكس الأوروبي أعلن أن أيلول الماضي كان الشهر الأكثر حرا على الإطلاق الذي يسجل على مستوى العالم وقد تخطى الرقم القياسي السابق المسجل عام 2020 بفارق كبير بلغ نصف درجة مئوية وأشار المرصد إلى أن متوسط حرارة سطح الكوكب خلال شهر المنصر بلغ 16.38 درجة مئوية وهي حالة غير مسبوقة إذ أنها تزيد بمقدار 1.75 درجة مئوية عن معدل درجات الحرارة لشهر أيلول في الفترة بين سنة 1850 و 1900 أي قبل بدء الكرة الأردية كما المناخ بالتأثر بانبعاثات الغازات الدفيئة الناجمة عن النشاط البشري هذا الواقع قرب العام 2023 من أن يكون العام الأسخن على الإطلاق الحر الشديد أثر وبشكل مفاجئ على جبل مونبلون الواقع بين فرنسا وإيطاليا إذ انخفض علوه 2.22 متراً عن العام 2021 وفق ما أفد فريق من المساحين الفرنسيين كانوا أجروا عملية مسح دقيقة في منتصف أيلول هذا الموضوع دفع بالخبراء إلى التشديد على ضرورة مراجعة كل البيانات التي جمعت لتفسير هذه الظاهرة وفيما كثرت المخاوف والتساؤلات حول التغير المناخي ينتظر العالم فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 28 الذي يبدأ نهاية الشهر المقبل في أكسبو دوباي الإمارات وكيف سيتصدى العالم لتداعيات تغير المناخ اشتركوا في القناة